فقد لبنان والعالم العربي أمس عملاق الطربي وديع الصافي إثر وعكة صحية ألمت به وذلك عن عمر نهز الثانية والتسعين ولد وديع الصافي عام 1921 في بلدة نيحة بجبل لبنان وانطلق في عالم الفن عام 1938 حين فز بالمرتبة الأولى في مسابقة لراديو الشرق عن فئات التلحين والغناء والعزف المزيد عن حياة الراحل المبدع في التقرير التالي رحل صوت بقامة جبال وابتسامة بعرض البحر من قطعة السماء لبنان عن عمر تجاوز التسعين بعامين قدم خلالها وديع الصافي من الأغاني والألحان ما جعله يتربع على عرش الغناء العربي وديع الصافي أو وديع فرانسيس الذي كان لقناة رؤيا شرف استضافته في أرويقتها ودعنا وحنجرته الذهبية ومواويله بعد أن ترك للأغنية اللبنانية مدرسة ولعل ما يصف هذه الهامة الفنية ما قاله الموسيقار محمد عبد الوهاب عنه من غير المعقول أن يملك أحد هكذا صوت عندما سمعه يغني موال ولو المأخوذ من أحد أفلامه السينمائية قيل عنه في أم الدنيا إنه مبتكر المدرسة الصافية في الأغنية الشرقية وغنى للعديد من الشعراء خاصة أسعد السبعلي ومارون كرم وللعديد من الملحنين أشهرهم الإخوان رحباني زكي نصيف فيلمون وهبي عفيف رضوان محمد عبد الوهاب فريد الأطرش لكنه كان يفضل أن يلحن آغانيه بنفسه لأنه كان الأدرى بصوته رغم امتلاكه لثلاث جنسيات هي المصرية والفرنسية والبرازيلية إلى جانب جنسيته اللبنانية إلا أنه افتخر بلبنانيته ولطالما قال إن الأيام علمته بأن ما أعز من الولد إلا البلد فخصها بأغان مثل جنات عمد النظر لبنان يا قطعة سمى جايين يا أرز الجبل الله معك يا بيت صامد بالجنوب شارك في عشرات المهرجانات وكرمه أكثر من بلد ومؤسسة وجمعية وحمل أكثر من وسام استحقاق منها خمس أوسمة لبنانية رحل عنا الصافي تارك لنا جنات عمد السمع من فنه وإبداعه وصوته جبلي لتعاتبه ليلى هذه المرة وتقول لو أن العمر يصبح عمرين أو ثلاثة ليبقى ذلك الصوت يصدح بيننا لكن ليل الرحيل كان أحلك فغادر جنات الأرض إلى جنات السمع